طيب واللي بعده أبو بكر معلش برضو هل تستطيع مصر مواجهة كورونا والإعلان عن الأرقام الحقيقية ده جاي في مجالة إيه أو بران إيه هو طبعا عندنا كان فيه برضو في موقع سوميدا ده موقع استخباراتي يعني خاص بدراسات الاستراتيجية بيتكلم عن أثبت فقدان الثقة يعني بيقول أن يعني فيروس كورونا عندما جاء لمصر أظهر بقوة انتشار المرض وأيضا انتشار يعني زيادة فقدان الثقة في النظام أن المواطنين نفسهم حسين أن هذا النظام لن يستطيع أن ينجزهم أو يقف بجانبهم في ما يتطرق لأزمة كورونا بالنسبة للمواطنين اتكلم عن مواقف رجال الأعمال وبالضبط اتكلم عن حسين صبور وتكلم عن سويرس وقال أن رجال الأعمال يعني أخلوا مسؤوليتهم تماما وقالوا لا بد أن يرجع الناس إلى الإنتاج وإلا الخسارة تكون كبيرة جدا اتكلم أن تلت المصريين بيعيشونا تحت الفقر واتكلم كمان عن ضعف تام لأداء الجهاز الصحي في مصر وقال إن لو تكلمنا عن الأرقام الحقيقية فإننا هنتكلم عن يعني صعوبة كبيرة جدا في أن تتولى الجهاز الصحي المصري لا يستطيع أن يقف أمام هذا العدد من المرضى لأنه بيقول حتى العدد القليل بترجع إلى عدم الفحص يعني المفترض أن فيه أجهزة فحص عينات كل دولة تتباها أنها أدخلت أكبر قدر من المواطنين للاكتشاف فيروس في الكورونا لكن في مصر نفسه الفحص غير موجود يعني اللي بيشاهد في حالته بيذهب ليطلب الفحص لن يجد من يعيه وبالتالي الأرقام صعبة ده موقع بسمه أنا أعتذلك بس خليني أروح المقال التسعة الكورونا تنتشر في مصر مع موجة جماهرية من عدم السقة نعم ما هو ده طبعا عدم السقة هنا بيأتي اللي عبر عنها الكاتب أنه بيقول أنه فيه نوع من السكوت المطبق للنظام فيما يخص الإعداد وهو في البداية كان النظام المصري بيتعمد الصمت التام وعدم إظهار حقائق لكن بعدما صدرت تقارير أجنبية تحدثت عن الألاف من المصريين المصابين وبعد حدثة المركب اللي كانت في الأسر ومئة وستين وفيات وبيقول أن المصير من يتحدث عن أعداد غير الأعداد الرسمية في مصر هو السجن يعني هما كتبين كده وكتبين أن تكلموا كمان عن التهويض خمسمائة جنيه وقال إن خمسمائة جنيه دي تقريبا لا تتجاوز ثلاثين دولار فهي لا تسمن ولا تغني من جوع وأن النظام نفسه لا يستطيع أن يوفرها لكافة المصريين وجابه من ضمن الأشياء الفيديو الخاص بالسيسي اللي هو نزل يتفحص أحد المواقع المشهد اللي احنا شفناه وبعدين بيقول له أنتم فين المسكات وهما بيتكلموا هنا أنه هو بيقول له حتى الناس اللي نزل السيسي وجه رسالة أثناء هذا المشهد بأنه هو بيقول له ما يفعش الناس تقعد في البيت ولو نزل لازم تلبس مسكات فبالتالي أشار إلى أنه فعلا هناك مشكلة كبيرة لو جلس هؤلاء في البيت لن يجدوا طائق يومهم وبيتكلموا على أن كل ما ينسب إلى الأخبار الكاذبة في نظام السيسي هو ينسب إلى القنوات التي تبس من الخارج وأن دوة طبعا مرتبط كمان ارتبط كمان بالجانب الديني قال أن السيسي استخدم المؤسسة الدينية بأنهم يتحدثوا عن التبرع من أجل الإنقاذ وقال أن فيه فتوى كانت أن أنت مش تقدر تروح الحج السنة جاية الفلوس بتحت الحج دي ممكن تطلع حل تحيا مصر وكل ما يخص التبرعات بأن يكون الحل من جيوب المصريين وليس من الدولة والمقالة كلم كمان عن أن إسرائيل قلق من ترنح النظام بسبب كورونا المنتشرة مزبوط كده؟ طبعا هو طبعا هذا القلق هو قلق على نظام السيسي لأنه يقوله أن السيسي لن يستطيع أن يعني يواجه إذا طالت أزمة الكورونا وأن هذا سوف يكون سبب لانتفاضة جديدة أو موجة جديدة من الاحتجاجات لأن غالما إذا وجد ملايين المصريين نفسهم بدون قوت اليوم والحكومة لا تستطيع أن توفر أقل قدر من الدخل فهذا سوف يؤدي إلى موجة من الاحتجاجات وسيخرج الناس إلى الشوارع وفي هذه الحالة سوف يكون السيسي مأزوم بشكل كبير ويقوله لو فيه قدرة على مساعدة السيسي لأن هذا سوف يكون له أبعاد خطيرة جدا على أمن مصر يعتبر يعني هم خافين عليه طبعا